خرج نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا من الدور الأول لأولمبياد ريو دي جانيرو بعد أن فشل في الثأر من خوان مارتين ديل بوترو الذي هزمه أيضا في مباراة الميدالية البرونزية بأولمبياد لندن ديل بوترو بطل أمريكا المفتوحة السابق فاجأ اللاعب الصربية بأداء قوية ليفوز عليه بـ 7-6 و 7-6 في أكبر مفاجأة بمنافسة التينيس الأولمبيا من شهة أخرى تهلت اللاعبة الأمريكية سيرينا ويليامز المصنفة الأولى إلى الدور الثاني في منافسات فرد السيدات بأولمبياد ريو سيرينا تمكنت من بلوغ دور الثاني في الألعاب الأولمبية بعدما تغلبت على منافستها الروسية داريا جافريلوفا بواقع مجموعتين نظيفتين تفاصيلهما 6-4 و 6-2 أنا أخريكا أخيرا 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 ويليام مزيدة قائل لأكبر